عزلة تهميش وإقصاء هو كل ما يعيشه القاطنون هنا بمطقة سيد الحاج ببلدية بن داود بأولاية غريصانة غياب تام للمرافق الحيوية وحرمان من مشاريع التنمية 43 زائدة هنا في الدوار أنا ذكرى عندي 76 عامة حال ما ينزيد بأن نعيش في دي سخنا أنا نشوف غير ولادي طالبين يزنونا ويعاونونا يرحلونا في بلاصة عنقية المطلب بتاعنا الأول والأخير هو دسوية وضعية السكنات سبق كراسنا ولي الولايات وشاف درارها على الأنقر وكاع وراهم جاءوا عندنا هنا وجاءوا في الوضعية وقالتنا نجي لكم حلول والحد الآن مكان ولو السكان هنا يتحدثون عن جبلة من النقائص التي جعلت من حياتهم جدا صعبة فالمشاريع التنموية مصطلح غائبة عن هذه المنطقة النائية ما حال راي فيت 70 إلى 80 سنة هذا الدوار أنا مني وشاريع تابع الحضاري خطر شعال الباطل موراك تشوف مهرام ولي هيها زادوا دانونا التيرا تعسطن هيا ما يبقى زوانا باديل لي تيرا وراخ روغاء اللولا سويلي لصنع لي طريق سقم لي الأمر الأولويات هي اللولا هيا هم بعد اللي باي يدير تيرا ولا يدي الحاجة ولا أولادنا وراهم يلعبوا هم مسحق تيرا مسحق طريق بها أولادنا يروح يقرأ ما زال ما بنت حتى جديد للمنطقة هذه رانا وين ما روحوا يستقصوا المدرع على التسوية وعلى الوشرة يقولك رايب دو ما زال ما تنحاتش من المخطط من المخطط لحت ساعة رايبقيا في الولايات ورانا نستنوى فردتا على السلطات با هما يسووا الوضعي هذه انشغالات ظلت حبيصة القرية لسنوات طويلة ينتظر السكان الإفراج عنها وتلبيتها كحل للبقاء بالقرية والاستقرار بها